هل تعلم من هو سيد التابعين؟ هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أبو محمد المدني قال الزهري وغيره كان سعيد بن المسيب أفقه التابعين وكان من أعلم الناس وأفقههم قال قتادة ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب كان ابن المسيب يرحل إلى البلدان في طلب الحديث وقد قال عن نفسه إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد ومع ساعة علمه كان يتورع عن الفتوى فعن يحيى بن سعيد قال كان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني وكان عابدا قانتا محافظا على صلاة الجماعة يقول ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ أربعين سنة وكان معظما للسنة جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدثه ثم اضطجع فقال الرجل وددت أنك لم تتعن أي لم تتعب نفسك فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع وكان زاهدا ورعا قال ابن كثير كان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه وكان من أزهد الناس في فضول الدنيا والكلام فيما لا يعني وكان كريما وصولا كان له مال يتجر فيه ويقول اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلا وإنما أريد أن أصل منه رحمي وأعود منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار توفي سعيد بن المسيب رحمه الله سنة أربع وتسعين للهجرة وهو ابن خمس وسبعين سنة وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها رحمه الله ورضي عنه ترجمة نانسي قنقر